السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب اقرأ هذه الآيات على الماء وشاهد الفرق بإذن الله تعالى الماء هو الحياة أيها الأحبة والماء له بني خاصة جدا يختلف عن أي مادة أخرى على وجه الأرض التركيب الداخلي للماء أو الجزيئي أو تركيب ذرات الماء وجزيئات الماء وترتيب هذه الذرات والجزيئات يختلف أثناء قراءة آيات القرآن لذلك النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على الماء وكان لا يشرب الماء إلا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم على كأس ماء ثق تماما أن تركيب الماء يتغير العلم الحديث طبعا أثبت بعض الأشياء حول هذا الموضوع واستطاع تصوير الأشكال الرائعة التي ترسمها جزيئات الماء مثل الجواهر واللآلئ شبيهة بالجواهر وكيف تتغير مع الترددات الصوتية أنا الذي يهمني هنا أيها الأحبة الآيات التي سنتعلمها اليوم ونريد أن نغير ثقافة شرب الماء بدلا من أن تشرب الماء هكذا اقرأ عليه بعض هذه الآيات واشربه وثق تماما أن هناك فرق كبير في هذه الحالة أهم شيء أيها الأحبة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم النبي عليه الصلاة والسلام كان في الطعام في الشرب في أي شيء كان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فإذن البسملة ضرورية على الماء قبل أن تشربه والسورة العظيمة جدا سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن أن تقرأ هذه السورة سبع مرات على الماء أن هذا الأمر مجرب وكثير من الناس جربه سوف يغير أثر الماء في جسدك لأن هذا الماء عندما يدخل إلى الجسد يتغلغل هو غذاء الخلايا لأن الخلية تحتوي على أكثر من ثلثي وزنها ماء هناك خلايا فيها 90% من تركيبها ماء وبالتالي الماء ضروري جدا أيها الأحبة ونحن نتناول في اليوم أحيانا في الصيف ثلاثة لتر أو أربعة لتر من الماء فبدلا من أن تشرب هذه الكمية هكذا كلما شربت القليل من الماء اقرأ بعض آيات القرآن اجعلها الثقافة لك منهج وسوف ترى الفرق إن شاء الله طبعا لا يوجد خسارة لا يوجد أضرار لا يوجد آثار جانبية أنا أدلك على شيء فيه خير وكل حرف تقرأه تكسب عشر حسنات فيه كل حرف تقرأه أنت نزل في رصيدك يوم القيامة عشر حسنات يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث ثواني كم حسنة أخذت بسم الله الرحمن الرحيم حسب ما كتبت في القرآن تسعة عشر حرفا كل حرف بعشر حسنات يعني مئة وتسعين حسنة إذن هناك مئة وتسعين حسنة نزلت في رصيدك كل حسنة خير من الدنيا وما فيها لأن الدنيا ستزول وتفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بينما هذه الحسنة الواحدة التي تأخذها ستبقى عند الله وينميها الله وتتضاعف عنده يضاعف الأجر فإذن أخي الحبيب ثقافة قراءة القرآن على الماء اجعلها ثقافة لك ومنهجا يوميا قلنا أهم سورة أو أعظم سورة كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام هي سورة الفاتحة سبع آيات قرأها سبع مرات وهي أول سورة في القرآن آخر سورتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أيضا من الضروري أن تقرأهما على الماء لوقايتك من شر الشيطان وشر الحاسدين وشر شياطين الأنس والجن طبعا قد يقول قائل يعني أنت تتحدث بهذا المنطق في عصر العلم الذي لا يؤمن بهذه الأشياء ولا يؤمن بالشياطين وغير ذلك كيف تقول هذا شوف أخي الحبيب مهما تطور الإنسان علميا الإنسان بالنتيجة يبقى عبارة عن روح ونفس عبارة عن مشاعر مهما تطور تكنولوجيا هو عبارة عن إنسان يحتاج أن يأنس بذكر الله انظر إلى نسب الإصابة بالاكتئاب في الغرب كم هي مرعبة نسب الانتحار نسب الكوارث لديهم الاجتماعية التفكك الاجتماعي العنف الأسري كل هذا لم تنفعهم التكنولوجيا في شيء أساس الإنسان هو الروح والنفس أساس الإنسان التواضع الحياة الهادئة المطمئنة هذا هو الأساس وإلا كلنا سنعيش هذه الفترة ثم نموت ماذا حققت جمعت مليارات تركتها ثم ذهبت فإذا نحن نركز على الإنسان الحقيقي الذي هو يحتاج لحياة مطمئنة حياة هادئة ولن تجد هذه الحياة إلا مع الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يمنحك الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذن أيها الأحبة اليوم سنحفظ كلنا أتوقع أننا نحفظ هذه الآيات أول سورة الفاتحة وآخر سورة والسورة التي تعدل ثلثة القرآن قل هو الله أحد اقرأها ثلاث مرات فكأنما ختمت القرآن على الماء لأنها سورة التوحيد والإخلاص وسورة عزز لديك الثقة بالله الإله الواحد الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد الذي نلجأ إليه في الشدائد القادر أن يغيث عباده القادر أن يستجيب دعائك أن يمنحك الحياة السعيدة أن ينجيك من المشاكل والشرور والهموم بإذن الله من الآيات المهمة التي أنصح بها طبعا القرآن كله مهم كله شفاء ولكن هناك سبحان الله آيات سهلة الحفظ ولها أثر كبير هناك آية في القرآن أنا شخصيا أكررها كثيرا وأحتاج لها واليوم أظن أن الكثير يحتاجون لها بسبب القلق الذين عيشوا اليوم ضغط المعلومات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كرر هذه الآية سبع مرات وأنت تستيقن أن الله سيرزقك اطمئنانا في القلب بعد قراءة هذه الآيات إن شاء الله وعندما تقرأ هذه الآيات على الماء أخي الحب كما قلت لك أثر الماء يتغير في جسدك بعد أن تشربه أو تمسح به وجهك أو أشياء من جسدك لن تخسر شيئا الماء موجود ولسانك موجود ستأخذ حسنات يطمئن قلبك تشعر بالقرب من الله وتستفيد من الماء أكثر إذن لا يوجد خسارة من الآيات المهمة جدا أحبتي في الله آية أو نص آخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذه الآيات لها مفعول السحر أيها الأحبة وهي فعلا تقرأ على إنسان يتعرض للسحر أو الحسد أو الضيق الشديد أو حياته مبتلأت بالمشاكل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتخيل وأنت تقرأ هذه الآيات كأنما تقرأها كأنما تقرأها على قرينك وعلى من يحسدك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني الله لم يخلق شيئا عبثا فأيها الحاسد ما تحاول أن تعبث به هذا الأمر لن يمر على الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إذن رجوعي إلى الله كل الهموم التي أعاني منها سيأتي يوم ونرجع جميعا إلى الله والله يقضي بيننا وكل واحد يأخذ حقه كاملا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أريدك أن تقول هذا الكلام وأنت موقن به هذا الحاسد لن يفلح هذا الذي يتربص به لن يفلح إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين النص الأخير الذي أتمنى أن يعني تحفظوه معي هو أواخر سورة الحشر فيه عدد كبير من أسماء الله الحسنى ونحن نعلم أن الإنسان الذي يدعو الله بأسمائه يستجاب له وقد يكون فيها الإسم الأعظم نحن لا ندري الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى قبل ذلك لا تنسوا آية الكرسي طبعا هذا كلام بفرغ منه آية الكرسي هي أعظم آية من القرآن إذن أنت هكذا تكون قد قرأت أعظم سورة في القرآن وأعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم هذه آية الكرسي وآخر ثلاث أو آخر سورتين المعوذتين وسورة قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنما ختمت القرآن وآية اطمئنان القلب بالإضافة لآخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأخيرا النص من آخر سورة الحشر الذي فيه أسماء الله أكبر نص فيه أسماء الله سبحانه وتعالى وهي علاج والشفاء هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هذه الآية الأولى حبذ أخي الكريم لو تكتب هذه الآيات من المصحف وتضعها أمامك كل يوم اقرأها مثلا عدة مرات خاصة أمامك كأسماء والورقة أمامك اقرأ واشرب اقرأ وهكذا ستجد نفسك عدة أيام حفظتها تستغني عن الورقة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إذن هذا الإله سيرحمني هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم انظر كم اسم من أسماء الله كثير والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة هذا أكبر نص فيه أسماء الله يتضمن أسماء لله سبحانه وتعالى فعندما تقرأ هذا النص عدة مرات ويفضل أن تقرأه كما قلت على الماء سيحدث تأثيرا سواء في الماء أو في حياتك أنت الذي يهمني أخي الحبيب الأثر الذي تتركه هذه الآيات في حياتي أو في حياتك على سلوكك على حياتك ستزيد ثقتك بالله سبحانه وتعالى سيزداد اطمئنانك وستنظر إلى هذه الدنيا على أنها فترة مؤقتة تعود بعدها إلى الله سبحانه وتعالى فترتاح جدا كلنا نريد الراحة النفسية في مثل هذا العصر أيها الأحبة والقرآن كله خير وكله شفاء وكله كلام الله سبحانه وتعالى وهو رحمة وبركة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته